وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كري من كل الثمرات فاسلكي سبن ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير هيا سبقين وليم يتوفى هذه الملكة اقوم بطونها سبقين كثيرا حدث لشر الملكة ومن الآن في التلارات فتح ثم اتفلوا الدقاء ثم اتكرة الفرصية ودباوست تجاهز وكذروا دعاء وكذروا من تحضرهم وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِزْقُ فَمَ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِالرَضِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَثْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَى أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسَطِيعُونَ فَلَا تَضْغِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ And Allah hath favoured some of you above others in provision. Now those who are more favoured will by no means hand over their provision to those slaves whom their right hands possess, so that they may be equal with them in respect thereof. Is it then the grace of Allah that they deny? And Allah hath given you wives of your own kind, and hath given you from your wives sons and grandsons, and hath made provision of good things for you. Is it then in vanity that they believe, and in the grace of Allah that they disbelieve? And they worship beside Allah that which owneth no provision whatsoever for them from the heavens or the earth, nor have they whom they worship any power. So coin not similitudes for Allah. Lo, Allah knoweth, ye know not. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يسبون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا وذلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم الله coineth a similitude on the one hand a mere chattel slave who hath control of nothing and on the other hand one on whom we have bestowed a fair provision from us and he spendeth thereof secretly and openly are they equal? praise be to Allah but most of them know not and Allah coineth a similitude two men one of them dumb having control of nothing and he is a burden on his owner whithersoever he directeth him to go he bringeth no good is he equal with one who enjoineth justice and followeth a straight path of conduct? ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمشكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ومن الى الطير مساوات والأشهر and unto الله belongeth the unseen of the heavens and the earth and the matter of the hour of doom is but as a twinkling of the eye O it is nearer still lo! الله is able to do all things and Allah brought you forth from the wombs of your mothers knowing nothing and gave you hearing and sight and hearts that happily ye might give thanks Have they not seen the birds obedient in mid-air? None holdeth them save Allah. Lo, herein verily are portents for a people who believe. تخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وَيَوْمَ نَبَعَثُ مِن كُلِّهِ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْكَبُونَ وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِمُونَ And we thank you of the day when we raise up of every nation a witness then there is no leave for disbelievers nor are they allowed to make amends and when those who did wrong behold the doom it will not be made light for them nor will they be reprieved and when those who ascribe partners to Allah behold those partners of theirs they will say our Lord these are our partners unto whom we used to cry instead of thee but they will fling to them the same lo ye verily are liars وَأَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذْنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاءَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ And they proffer unto Allah submission on that day and all that they used to invent hath failed them. For those who disbelieve and debar men from the way of Allah we add doom to doom because they wrought corruption. And bethink you of the day when we raise in every nation a witness against them of their own folk and we bring thee Muhammad as a witness against these and we reveal the scripture unto thee as an exposition of all things and a guidance and a mercy and good tidings for those who have surrendered to Allah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ Lo! Allah enjoineth justice and kindness and giving to kinsfolk and forbideth lewdness and abomination and wickedness. He exhorteth you in order that ye may take heed. Fulfill the covenant of Allah when ye have covenanted and break not your oaths after the acceleration of them and after ye have made Allah's surety over you. Lo! Allah knoweth what ye do. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْ كَافَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون and be not like unto her who unraveleth the thread after she hath made it strong to thin philamens making your oaths a deceit between you because of a nation being more numerous than another nation الله only trieth you thereby and he verily will explain to you on the day of resurrection that wherein ye deferred had Allah willed he could have made you all one nation but he sendeth whom he will astray and guideth whom he will and ye will indeed be asked of what ye used to do make not your oaths a deceit between you lest a foot should slip after being firmly planted and ye should taste evil for as much as ye debard men from the way of Allah and yours should be an awful doom and purchase not a small gain at the price of Allah's covenant lo that which Allah hath is better for you if ye did but know ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون آمنوا وحول أنثى ترجمة نانسي قنقر وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَذَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجبي وهذا لسان عربي مبين إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ and when we put a revelation in place of another revelation and Allah knoweth best what he revealeth they say lo thou art but inventing most of them know not say the Holy Spirit hath revealed it from thy Lord with truth that it may confirm the faith of those who believe and as guidance and good tidings for those who have surrendered to Allah and we know well that they say only a man teacheth him the speech of him at whom they falsely hint is outlandish and this is clear Arabic speech lo those who disbelieve the revelations of Allah Allah guideth them not and theirs will be a painful doom only they invent falsehood who believe not Allah's revelations and only they are the liars من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من قفرها وقلبه مطمئن بالإيمان مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الزنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين Whoso disbelieveth in Allah after his belief save him who is forced thereto and whose heart is still content with faith but whoso findeth ease in disbelief on them is wrath from Allah theirs will be an awful doom that is because they have chosen the life of the world rather than the hereafter and because Allah guideth not the disbelieving folk أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هادروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم such are they whose hearts and ears and eyes Allah hath sealed and such are the heedless assuredly in the hereafter they are the losers then lo thy lord for those who become fugitives after they have been persecuted and then fought and were steadfast lo thy lord afterward is for them indeed forgiving merciful يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّا كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيدُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ On the day when every soul will come pleading for itself and every soul will be repaid what it did and they will not be wronged. Allah coined a similitude, a township that dwells secure and well content its provision coming to it in abundance from every side but it disbelieved in Allah's favors so Allah made it experience the garb of dearth and fear because of what they used to do. And verily there had come unto them a messenger from among them but they had denied him and so the torment seized them while they were wronged to earth. So eat of the lawful and good food which Allah hath provided for you and thank the bounty of your Lord if it is him he serve. He hath forbidden for you only carrion and blood and swine flesh and that which hath been immolated in the name of any other than Allah but he who is driven thereto neither craving nor transgressing lo then Allah is forgiving, merciful. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم and speak not concerning that which your own tongues qualify as clean or unclean the falsehood this is lawful and this is forbidden so that ye invent a lie against Allah lo those who invent a lie against Allah will not succeed a brief enjoyment will be theirs and theirs a painful doom and unto those who are Jews we have forbidden that which we have already related unto thee and we wronged them not but they were wont to wrong themselves then lo thy lord for those who do evil and ignorance and afterward repent and amend lo for them thy lord is afterward indeed forgiving إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهذاه إلى طراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين lo Abraham was of a nation obedient to Allah by nature upright and he was not of the idolaters thankful for his bounties he chose him and he guided him unto a straight path and we gave him good in the world and in the hereafter he is among the righteous ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمحتدين and afterward we inspired the Muhammad saying follow the religion of Abraham as one by nature upright he was not of the idolaters the Sabbath was appointed only for those who deferred concerning it and lo thy Lord will judge between them on the day of resurrection concerning that wherein they used to defer call unto the way of thy Lord with wisdom and fair exhortation and reason with them in the better way lo thy Lord is best aware of him who strays from his way and he is best aware of those who go and write وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلِّ الصَّابِرِينَ وَاطْبِلْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِنْ مَا يَمْتُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَاللَّذِينَ هُمْ مُحْزِنُونَ If ye punish, then punish with the like of that wherewith ye were afflicted. But if ye endure patiently, verily it is better for the patient. Endure thou patiently, O Muhammad Thine endurance is only by the help of Allah Grieve not for them And be not in distress because of that which they devise Lo, Allah is with those who keep their duty unto Him And those who are doers of good صدق الله العظيم صدق الله العظيم